الله تعالى هو النور الداخلي للطبيعة، هكذا يقول العلم. كم كانت دهشة العالم فريتس ألبرت كبيرة في العام 1976 عندما اكتشف أنبعاث حبات أو أمواج ضوئية كثيفة من النباتات الموضوعة في الظلام الدامسي مما يثبت أن هذا الضوء ليس له علاقة في التركيب الضوئي. إنه الضوء الداخلي للطبيعة، وليس الضوء الخارجي للطبيعة، ضوء الشمسي، لاحقا تمت تسمية الضوء المنبعث من الظلمة، الانبعاث الأحيائي الفتوني، وسمي هذا الضوء بالحقل الضوئي الصفري. تبين فيما بعد أن اهتزازات أمواج هذا النور الداخلي تؤمن نظام اتصالات للكائنات الحية وأن أمواج النور تتعاون وتتحد مع بعضها البعض لأجل إدارة العمليات المعقدة في جسم الكائن الحي وفقا لتوقيت دقيق جدا لكي يعمل الكائن الحي بشكل متناغم ككائن واحد وإلا يفقد الكائن وحدته ويتمزق إربا. كما يعمل هذا الحقل على تصوير الكائنات فيه، فقد اكتشف العالم بارك أن حقل الطاقة حول بيضة السلمندر الغير ملقحة يكون مشكلا مثل شكل السلمندر اليافع واكتشف وجود حقول طاقة حول كل الكائنات الحية من الطحالب والسلمندر والضفادع وحتى الإنسان. توجد أمثلة كثيرة في القرآن تبين أن الله تعالى يتكلم بلغة هذا الحقل. انظروا كيف يتكلم الله تعالى في القرآن بلغة النور الداخلي للطبيعة فالله نور السماوات والأرض وهو فالق الحب والنوى فهو يحيط هذه المخلوقات بنوره ويعطيها الطاقة الضوئية لكي تنفلق والمعلومات اللازمة ويوجهها لكي تنمو وتصنع أياد النور أنعاما فالبشر لها مالكنا والله يبث الدواب في الأرض. إن الله يخلق ويصور كل مخلوقاته بواسطة نوره لأنه النور الداخلي للطبيعة وكذبت كل إدعاءات التطور من كائن من فصيلة ما إلى كائن من فصيلة أخرى. يا لخيبة أمل الماديين المؤمنين بالطبيعة ولخيبة أمل دعاة التطور الذين يعتقدون أن الحياة قائمة بذاتها ومنظمة لذاتها ليجدوا أنها تنظم من النور الداخلي للطبيعة، عليهم الآن أن يؤمنوا بالنور الداخلي للطبيعة، شيء محزن واللهي. الحركة المتصلة بنور وأمر الله تعالى. أكثر البشر الذين استسلموا لنور الله هم الأنبياء ثم المصلحين ثم الشهداء ثم الصالحين ثم المؤمنين الصادقين. ولكي نعرف الطاقة التي يحملها نور الله عندما يستسلم العبد الضعيف لها فيجب أن نتذكر أمثلة حية من القرآن. فالله يأمر موسى بأن يضرب بعصاه الحجر فتتفجر ينابيع الماء لتنقذ قومه من الموت عطشاً. عصى تضرب حجراً فيتشقق الحجر والحجر أصلب وأقسى من عصى الخشب. كيف استطاعت ضربة ضعيفة أن تفجر ينابيع الماء ومن أين تضخمت وأتت تلك الطاقة؟ أتت الطاقة والصلابة من اتصالها بنور الله. هي ضربة بأمر الله ومتصلة بنور الله تمر عبر عبد طاهر مستسلم لله استجابة لدعاء الله بأن ينقذ قومه لذلك كانت ضربة جبارة وهدفة ومنقذة من الهلاك. إذن كم يكون العبد الضعيف قوياً عندما يستسلم لأوامر الله فلا تغرن الأموال والمظاهر الدنيوية ومظاهر القوة الذائفة. وها هي ضربة موسى بعصاه للبحر تأتي بأمر الله وتتصل بنوره فتفلق البحر فاتحة طريق النجاة من الهلاك. وفي حكاية مريم نجد هزة متصلة بنور الله فأمر الله يأتي لمريم بأن تهز جذع الشجرة الباصق القوي ولكن الهزة القادمة بأمر الله والمتصلة بنوره تستطيع أن تهز الشجرة القوية بعنف حتى تتساقط ثمارها على عبدة طاهرة ضعيفة مسلمة مستسلمة لله. القرآن هو نور من الله وهذا النور لا يستقبله المتصل بغروره ولا المؤمن بذكائه وحكمته الذاتية ولا المتصل بالخبائث ولا الكاذب. علينا إذن أن نتساءل عما يستطيع أن يفعله نور القرآن فينا عندما نستسلم له بيقين وصدق وطهارة ومن يريد أن يتلقى طاقة نورانية أكبر من الله يجب أن يستسلم لله بعبودية ومحبة أكبر وأن يتحكم بانفعالاته أكثر حتى يصبح ضعفه واستسلامه لله قوة بكل معنى الكلمة. محبة الله طاقة توحيدية لا تفنى. وكل من يحب هذا الموضوع فيمكنه الرجوع للكتاب التالي. والرجوع لكتب الحقل الضوئي الصفري.